اشتركوا في القناة اليوم بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي كبار المسؤولين أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين كان لها الدور الكبير في استمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات المعيشية للجميع مشيرا سموه إلى أن كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة كونها أولوية دائما منوها سموه بأن ما تحقق من نجاحات للعمل من البنزل جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية متطورة للاتصالات استثمرت فيها البحرين وتميزت بها عبر عقود طويلة مضيفا بأنه سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية وأكد سموه بأن العمل من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مستمر بجهود مضاعفة وأن استمرار الالتزام من قبل مجتمع نواع في كل مراحل التعامل مع فيروس كورونا له أهمية كبرى في تحقيق النتائج المرجوة منوها بأن تحقيق النجاح في مواجهة الفيروس يتطلب وجود قيادة فاعلة وبنية تحتية صحية متكاملة وتنظيم مؤسسي وأعلام واتصال مبادر ومستجيب ومؤثر وكل هذه الأركان تتميز بها مملكة البحرين في مواجهة هذا التحدي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لا في تنسموه إلى أنه بوعي المواطنين والمقيمين والقطع الأهلي والخاص كذلك من شركات ومؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية وما يتم إطلاقهم من مبادرات لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يعطي الثقة والأمل الدائمين بأن البحرين ستنتصر على كافة التحديات بمثل هذه الروح الوطنية الجامعة التي تضع بصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار جاء ذلك لدى ترأس سمو حفظه الله اجتماع الأجنة التنسيقية عن بعد اليوم بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي كبار المسؤولين حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تقريرا حول الإجراءات الاحترازية التي جاءت متماشية مع المستجدات العالمية لفيروس كورونا كوفيد 19 وما تم اتخاذه من تدبير وقائية بحسب المعايير الدولية ومستجدات مسارات العمل المختلفة وبناء على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 تقرر ما يلي بدءا من يوم الخميس الموافق للتاسع من أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساء حتى يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من أبريل 2020 استمرار إغلاق دور السنما وكل صلاة العرض التابعة لها استمرار إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصلاة التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة استمرار اقتصار الأنشطة في جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعم والمشروبات على الطلبات الخارجية والتوصيل استمرار إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعم والمشروبات فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل استمرار إغلاق الصالونات استمرار وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة استمرار منع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة السماح باستئناف عمل المحل التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات التالية ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتدي هذه المحل التجارية تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية الالتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحلات وفق إرشادات وزارة الصحة تنظيم الانتظار خارج المحلات وفق تدابير التباعد الاجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة توجيه القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية باتباع ما يلي تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع تقليل عدد العمال المتواجدين قدر المستطاع في الأقساب والمكاتب مع مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي تقليل عدد المستخدمين لوسائل المواصلات الخاصة بالعمال من قبل الشركات وقد أكدت اللجنة التنسيقية أن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية جاءت لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين منوهة اللجنة بأن التحديات يتم تجاوزها بروح فريق البحرين الواحد